السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا فيكم في حلقة يديدة من ستي سكايلين الحين اخر مرة سوينا نحن المنطقة الزراعية هاي انا طلعت سرطة فلسفة صراحة سويت جسور ان شاء الله ما تعلق عشان سيكون دورة الجسور او دورة القطار اللي داخل ولا الممشي اللي داخل على القطار هذا يكون دورة منطقية يعني ان القطار يدخل بكل اريحية ولكن غير هذا حطيت الحقول الكبيرة عشان يشتوي عندي شوية اوفر بروديكشن على اساس الصادرات ومثل ما تقولوا هذا المكان يزدحم انزين الشيء ثاني الحين نحن على وشك صنع مصنع اخر مرة حطينا منطقة صناعية لكن المنطقة غير متحفزة للنهوض هذا موضوع خلنا نقول حلقة مختلفة الحين الشوارع الصناعية انا راح اهدف احطي الشوارع التي لا يمكن الالتفاف فيها لكن بعد راح نحطي فتحات استراتيجية ما تخرب ويتسير شو المصانع مالنا خلنا نتكلم عن المصانع اللي لعننا الحين نحن بندخل شوي في منطقة مصانع هاي مش حق مصانع واحد هاي حق مجموعة مصانع كبيرة لكن نحن هاد هدفنا حاليا اللي هو الفرنيتشر او الاساس كان اتصور اعلى ما اذكر كان عود ولا الحين ما تلتكوها يبا منتجات ورقية بترولية بلاستيكية استوع لنا معظم الأشياء متوفرة ترى فبالتالي انه نحن نحطي مصنع مش وايد صعب نزيل الحين وين كلو فرنيتشر فاكتري هذا الفرنيتشر فاكتري الحين الفرنيتشر فاكتري ترى مصنع صغير نسبيا نقدر نحطيه على طوارف شارع ونقدر نحطي جنبه مخازن الحين حق كل مصنع ايوه راح نحتاج مجموعة مخازن الحين مثلا هذا مكان ولا هذي بقعة اللي هي المصانع المصانع راح تكون بقعة شو اح يا حبيبي كنترول زي دايما ينقض الواحد نزيل يبتل عيد صح نزيل الحين خلنا نشل الشجر اللي هني في المنطقة هاي كلها هاي راح تكون منطقة اسمنتية نفس هذي المنطقة لكن كستركتر وكالتحويلات انا عحس اني بوصلها هني بس شو بسوي باخذ التمب تول نزيل وراح اعطي اولوية حق منو افتح الطريقة هني يعني الاولوية حق واقي الشوارع نزيل بلنشتغل قطعة 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 هاي شو تقول لي سويا خليل تقول لي سوها قطعة اسمنتية نزيل ممددة بشو بمخازن الحين مخازنها بيكون مقابل المنطقة هاي اللي هي هني هاي راح تكون عبارة عن مخازن الحين مصنع الاطعم وهذا راح يستهلك منه شوي جهد والمصانع هاي اذا انا بنسويها اصلا بشكل حلو نزيل بس لازم نعرف شو نوع السياج اللي نستعمله بالنسبة للسياجات اللي نستعمله عنا مجموعة خلنا نفسح اللي هني السياجات كلها نزيل عنا مجموعة جدران لكن نسبيا هذا ما للأويل اذا تشوفون هني مثلا هذا ما للأويل الحين هذا ما للمطار ايربورت فنس بس هذا مرسوم عليه مفروض ما للمطار صح هذا مرسوم عليه المطار وعندنا الفنس الاخير اللي قد يكون منطقي الور اندستري خلنا نحطي لكم الور اندستري اللي هو هذا الشبك ولا المعدن هذا انا اشوف احسن شبكة الصراحة هذا اللي هو ما للأويل اندستري اا شوي منطقي مزين هذه المنطقة اول شي راح ادخل فيها شارع الداخلي بالطريقة هاي وراح اسكرها سواء نحن بنحطي خدمات الحين ولو ما بنحطي خدمات تحقل المنطقة هذا موضوع مختلف لكن محتاجين نسكر المكان هذا بالشبك الشبك هذا راح يوفر اا خلنا نقول طبقة حماية ومكان حق دخول الموظفين سواء اهني مخازن ما تستوي حتى لوحد بيقول مثلا سوي مخازن المخازن اهني تقريبا ما راح يستوي مكانها نحن نحطي اشياء اهني على الاغلب صغيرة وايد اا يمكن يستوي مكان مخزن واحد ولا شي اهني بس ما اتصور معظم المخازن راح يستوي لهم مكان الحين اذا نحن بنشتغل على تفاصيل ولا شو يحتاج الموظفين في مكانهم خلنا اول شي نعدل الدوار هذا بالطريقة هذي انزل اللي راح يحتاج الموظفين مجموعة خدمات ولا مجموعة داخلية حق الموظفين والمصنع نفسه راح يحتاج مجموعة خدمات تمدة بالمواد الاولية يعني اذا افترضنا هذا مكان المصنع وكله راح يكون تابع لنفس المصنع يعني هذا الحين الثيم ما لانه كله هذا المصنع ما لمنوه ما الاثاث هو اللي موجودة هني زين الحين الاثاث شو يستعمل يستعمل تمبر ويستعمل بيبر يستعمل ورق ويستعمل الخشب من هذه المنطقة هاي قد لا تحتاج بشكل فعلي الى مساحة تخزينية عظيمة ولكن من باب الهذا الويرهاوس هذا شو يشل هذا شوفوا الحين كل واحد يشل الاشياء مختلفة قد ما يشل شو اللي نحن نبوه بس الويرهاوس يارد هذا مفروض يشل مجموعة اشياء الحين اللي هو هذا خلنا نشوف هذا يشل تمبر وربعة عادي ما يشل لترا انا بروح يمو اذكر كل شي بيبر يشل تمبر اظن ما راح يشل رحيب من هناك ديريكت بيبر من هنا اوكي بيبر وعندنا بلين تمبر واللي هو هل هذا تمبر بعد يشل معنا بنحطي مخزن ثاني ما يصار انا شوي ضيعت هذا المخزن الثاني بنحطي فيه تمبر الشاحنات تاخذ اخر شي تاخذ تمبر حقا وتروح الحين نحن قلنا هاي راح يكون نفس الشي بس ما احتاج اشبك هذا لكن هذا شو راح يحتاج راح يحتاج مش حدايخ طبعا راح يحتاج فسيليتيز بسيطة سيكوريتي غارد هالسوالف نزيل الحين هالسوالف مش موجودة عندي الا على شكل مراكز شرطة واشياء نفسهاي بس عنا ايرث كويك سنسر عنا اشياء ثانية ما دزاستر انا لحين ما اشتغلت عليهم لان عنا واحدة استجابة تطورة بتكون هنزيل الحين هذا المكان بالذات شو راح يكون راح يكون مصنع واحد لكن الحين بنحتاج شوية اشياء طبعا المكان اندستريال اظني انا فوق المعذور اني استعمل باركنين هني حق الموظفين هذا فوق المقبول لاحد يقول لي هذا موظفين هذا فوق المقبول ورا المصنع يروحون دوام اوك نبقى ندور شيء من الحدايق لكن ما يأثر على شكل المكان يعني مثلا اذا فرض نحط لهم هني باحة شطرنج ولا شيء يبين مكان استراحة غدى بسبب لونه شوفوا مثلا ممكن نحط اشياء نفس هاي حقهم كداخل المكان اللي هو هني ما راح يشتوي مكان للاسف أنا متأكد لكن كان عنا هيد استراحة ثاني اصغر نحط هذي هني هذا مكان اصغر اسمنتي يركب في المكان شكل يبين ان الشركة قاعد تهتم في نفسها الشيء الثاني الشركة هاي راح تحتاج الى شركات صغيرة يعني اذا نعطي مساحة ستة وستة مزين وهني ما بنحط شيء مفروض هني تبني شركتين بدون اي مشاكل بما انه في حاجة للشركات وانه هنا في مصنع اغذية ونفرض انه الـ الـ لان المصنع الحين هذا مالنا ما في اتش كيو نحن عفكرا فتح عنا وفتح عنا شراء جميع الاراضي فاصلا راح نبدأ نستهدف اشياء تفتح عنا مثلا بالذات لانه راح نبدأ سياحة عقبها فعساب انا افتح الـ لازم اشوف شو اسوي طبعا اكسفو ما اكسفو برايا هذا بعدين مزين يليق بين يكون بين الشركات بين هاي الاماكن وما بيسوي لي يعني انت هذا لو يشتغل عشان افتح الـ شوف الحين اللي هو هذا نحن ما بنحقي هالسوالف عنده منو عند المصر معنا اوكي شكرا الحين من بدنا نصر عنه نحرك المنطقة شوفو شو سوا في المنطقة المنطقة اللي في الوسط تستوي منطقة خدمية هذه منطقة سيارات الشرطة وربع وهذه المنطقة نحن الحين نسوينا اخر مرة لون وكان اللون عايب لني فأسوي لون نفس هذا احلى على الملاعب ولكن لكن اشوف جميل يعني صراحة بس لازم الماكن اللي راح يخرب فيها لون الشارع اللي هي هاي ونصب الثاني بعدين بتفاهم يا انا ما عليكم بنرتب الامور يعني يعني حاول يسوي كله تراب نوعا ما هذا المكان راح يكون شو مكان الخدمي حق المنطقة وفي بيكون هنا في مصانع ثانية طبعا لكن هذا كمصنع اولي نحن شو قلنا بس عساس المايلستون ما لنا هني نقدر نسوي خدمة بسيطة في يعني نقدر ني عند نهني نقدر نحطي في مكان ما يعني ها كله يحتاج مكان عالي صح خلنا نسوي بالطريقة هاي وابا احطي مثلا فراغين 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 وحطي وراه لا خلص خلنا نسوي على هذي شو سجية وبني هني وبنحطي ووتر تريتمنت بلانت وبنحطي اكثر من نوع ليش الحين مثلا خلنا نسير مثلا تاكس اوفيس صح طلب مني شو كونستركت ووتر تريتمنت بلانت اللي هو هذا نحن نحطي نحن بنحطي الووتر تريتمنت بلانت وين صار ووتر في مجموعة نوع تبا لهم بويلر ستيشن هذا حق الشتاء هنزين هذي مشكلة هو يبقى هذا ايوة بلانت بنحطي خلى براية يفتح لنا التاكس اوفيس نزين الحين هذا لازم بعد اوصل ترا مو مشكلة هذا بباشلة ترا يعني مش مش دايم يعني هذا اشتغل هذا بيفتح لنا التاكس اوفيس اللي ابقى احطي فيه هني تاكس اوفيس مشكلة اظني لازم نكون عند البيوت ليش لان اذا لان حق الناس المهم بغض النظر نحن نحتاج اسراموتر تريمت لاننا نازل في عسبتيا نحيات الفكرة ازين ادفانس وتر تريمت اللي هو هذا اثنين ايوة استوات مزين بس اظني كفاية نقدر نوصل هاي الحاليا وبعدين نتفهم مع الكميات البقية الحين هذا ايكو ادفانس وهذا الادفانس هذا ببدلة بحطي مكانة ايكو بعد لان افضل ما يسوي تلبو ثوائد بالطريقة هاي خلاص هاتو عندي ثنين ايكو وتر بلانت اذن الايكو وتر بلانت راح يحتوي طبعا بما ان صديق البيئة راح نحط يحول شير وردي لان هاي يكررون وقت تكرير الماء شو يستوي ويصار هذا شير يعني بالطريقة هاي حاليا هذا مش سولوشن وهذا مش حل ولكن هذا شي مؤقت نحن نحط لان الحين اذا انا ببدأ احط اشياء غلط عند من عند المباني راح اتعب شوي فالهدف اني انا احط اشياء في نفس الوقت مناسبة مثلا اندستري ستيش ولا تمثال الصناعة مش غلط في اشياء ابدا مش غلط نحن حطيهم لكن نترى حبة حبة نبدأ نفتح اشياء معينة فاندلين ابرهد بارك ما نباه اشياء ما نباه فاونت نفتس ما نباه يمكن نحط شي ناسب المكان هاي ما نباهم هاي الحق المحميات الوبره هاوس طبعا لا نقعد نشوف شي ما اظني سين سنتر يمكن بس سين سنتر بيكون شي ضخم والله سين سنتر يكون منطقي اذا كان قريبا منه هاي يلبس لا سين سنتر بعد سياحي ترى ترى في اشياء نحنا راح نستعمل ها للسياحة بس انا اتأكد من وجود الاشياء الموجودة وياكم عساس بعدين تعرفون انا من وين خذ الاشياء وشفنا هاذ المباني وشفنا وايد اشياء electric car factory نقدر نحط جنب مصنع سيارات بس هذا حق المدينة نانا تكنولوجي وهذه عقبي ما يطور المصانع في أشياء جميلة هناك الربع blessed center لا يُلقى على المكان أبداً هالأشياء كلها متطورة كلها متطورة شاهدوا مطاعم أشياء نبد tens هاي الفنادق وبعض الأشياء اللي موجودة لكن صراحة هذا راح يكون عندنا مركز سياحي جداً رائع سكاي سكريبر وأشياء ثانية ننزين الحين في الأشياء الخدمية ضيعت وقتكم ننزين الثانية راح نقسم المسطح الأرضي هذا وراح النيب المطافي وراح النيب المستشفى على ما أذكر كان مفروض يكون شيء من هالقياس لكن على ما يبدو أنا مغلط فبنحطي الكلينك حق المنطقة هذه ما نحتاج أكثر من عيادة ترى بنحطي مركز الشرطة لازم مركز شرطة زين ولازم نسوي لهم حوطات وأشياء تليك بالمكان واحد الثانين نزين هنا بعد أبحطي حديقة صغيرة لأن المكان بيكون أحلى ومكان نوعا ما ترابي مش حديقة أنا بأحطيش ملاعب هنا ولا ملعب واحد أظن ملعب واحد أتولدو ذاترك بيكون حلو ونحطي جنبه ممشى الحديقة اللي ماعتمد أن أنا مع الموحق المدينة آخر يمكن موسمين حاليا حتى يعني مش موسم واحد بالطريقة هاي وممشى للناس في الوسط ونقدر نحطي أشيار الخطيرة مالنا وين فالزاوية هنا بالطريقة هذي وصار عندنا مركز خدمات شبه كافي حق الجماعة اللي هنا على أساس يتعالجون يسون أشياء ويدة الحين هذي الفاكتريتر بيبدأ يطلع فلوسها لا تنسوا كل شيء فلنقدر ندفل انتاج 150% ونقدر نشوف المدخول مالنا هل قام يطيره ولا ما قام يطيره على الحين التركول للخدعة أنكم تعرفون شو وايد مهمة الأشياء هذي ليش؟ لأن من غير هالأشياء إذا ما عرفتوها مثلا الفاكتريتز كم يدخلون والأشياء الثانية كم يدخل وتراقبون المدخول مالك من المصانع تشوف مثلا المصانع عندي كم قاعد دخل علي فلوس حاليا راح تخليكم مالتي مليونيرز في لعبة ستي سكاي لاين ما راح تحاتون وايد أشياء فعليا ونحن على الحين نبدأ منطقة مصانع في هذه المرحلة أفضل منطقة السياحية ليش؟ لأن الحين المدخول اللي انتوا شايفين شوفوا كيف ثانية ثلاثين ألف راح يعطينا متسعة كبير أنه نبني اللي نبا وجزء من اللي نبا نفتح المايل ستونز والأراضي أنزل بس عساس نكون على بينا أنا الحين هذا كلها راح يتبطل لو تشوفونه ها كلها راح يكون أماكن زيادة نحن نبني فيها لو تشوفون بالطريقة هاي وهلما جرى بس عساس يكون النظرة موحدة وما حد يقول لي متى بطلت الأراضي شوفوا خلهم بطل الأراضي الحين هذي اللاند ولا الأرض اللي راح نستعملها أهني على غلب راح أوقف تمدد مستطيل راح على غلب المطار اللي هني ينتقل أهني يستوي مطار ضخم ممتد إلى محطة قطارات ضخمة داخل المطار والمحطة هاي مدها للمدينة بعد ولمدها للخط الثاني من القطارات هنزين وهني المدينة السياحية بس نحن نستوينا على شو؟ على مثل ما تقولون صفحة واحدة حاليا الحين هذي المكان شو يحتاي؟ يحتاي أكيد محطة قطارات يعني شوفوا الحين مكان صناعي يحتاي أكيد أمية بالأمية محطة شحن ليش؟ أبا اعتمد وايد في البضايا على الشحن عن طريقة منه القطار والقطار راح يكون له مدخل ولا مكان خاص فيه بروحه أبا القطارات هنا عندي تدخل بطريقة معينة وتطلع بطريقة معينة وبأشبكه في هذا اللاين يرجع من هنا ونتصرف مع اللاين بالطريقة هاي يعني الحين القطار بيطلع من هنا القطار بي من هنا وخلنا نرسم الخط المايل بالطريقة هاي القطار راح يرجع القطار راح يدخل محطة القطارات من النقطة هذي خلنا شوي موسع سيكون منطقي بالنسبة للقطار لازم يكون الدائرة يعني أيوة شوي سلسة أكثر لازم يكون متوسع شوي لانا بطريقة هاي شوي بطريقة هاي نزيل الآن القطار راح ييينه من فوق نزيل القطار موين راح ييينه من هذا الشارع شوفونا هذا الشارع راح يوفرنا منه القطار القطار راح يينه في جنب الشارع بالضبط مش داخل الشارع نزيل القطار بي من هنا وبينزل من وين بس نقدر نطلع لنقطة بالعكس نقطة عكسية سوف أخبركم ليش طريقة أبقى أطلع بطريقة حلوة يعني القطار وأسوي شو طريقة هاي يعني الحين السيارات بيمر من تحت بيروح من تحت الحين القطار لازم يدخل من هنا ويطلع من هنا على أساس الزحمة تخف علينا ليش لأنه تدرب عندنا يمين شارعي مش بريطاني فما يمشي بالعكس يمشي بالطريقة اللي نحن متعودين عليها وهني انمد قطار بالطريقة هادي من فوق من نص الغابة إلى مجمع القطارات اللي موجود وين هنا أنا عقب شوي بعد لهذا سيدة صبر والقطار راح يدخل أبقى يدخل هذا التجمع اللي هنا وهني ويدخل هذا التجمع من هنا وعقب نشل هذا ونقدر نسوي القطار بالطريقة هاي ويقدرون يتعاملون مع بعض كل المحطات هذا يدخل هاي المحطات وهي المحطات يعني يمرون على بعض الخطارات كلها اللي ينصرون الشارع الرئيسين زينا الحين بخصوص هذا هذا بالنيبة هني بالطريقة شوي هاي لان شوي ميلناه عساس الدكاكين تنبني على الشارع عادي يعني نمد من تحت الشوارع عادية جدا شوفوا الحين وهذا راح النيبة من هني لين زينا هذا شوي لون رجعة بالطريقة هاي والمدلة الشارع بالطريقة هاي راح ايي القطار سيدة لين محطة القطارات الحين الزاوية الكنكشن وهذا وصلنا القطار في محطة خارجية معناه هذا المكان راح يستقبل التعداد الهائل للناس اللي هني ولا للبضايع اللي هني وراح يصدرها لنا فرايت تراكس نيوز عندهم قطار قريب يقدرون يعقونا والقطار يعقى برع المدينة تماما في سلسلة القطارات اللي عندنا هني وهذا واحد من اهدافنا يكون عندنا قطارات وشوارع فوق شوارع واشياء نفس هاي الحين بخصوص المنطقة اللي في الوسط المنطقة اللي في الوسط راح تكون شوي خدعة تعامل معها لكن الحين ما بنتعامل بها صراحة نزين جنب القطار ما راح نحطي ايش اسمه راح نحطي عماير عماير نزين حول القطار كامل عماير تجارية شفتو كيف واللي يخطف من فوقهم شارع في الوسط يروح بعد بيطلع احلى هذي العماير راح تضخ المنطقة هذي باشياء ليش لان السكن قريب وهذه المنطقة نقدر نحولها تتحمل عماير بكل سهولة منطقة سهل تنسيبها للعماير بس الحين عندنا المدخول عالي وكل شي عالي فبالتالي نقدر نبدأ ناخذ راحاتنا في المناطق هاي احنا هكا مناطق خدمية ما بحطي فيها بوايد اشياء زيادة لكن عندي خطة اخلي في نصف المصانع عفوا منطقة اللي هي مثلا حديقة حيوانات اي شي اي كو فرندلي شي صديق للبيئة يعني كاااا نحنا نتكلم كبارك ايريا فالحين بايب هني منطقة انا واذكروا الحين هالمنطقة مركزة على منو كامل هني صناعات شجرية صح نفس ما سوين اخر مرة واحتمالا مدهم لاخر شي نفس الطريقة فالحين هاذا شو انا شو حطت منطقة منطقة دراسية لحظة وهي شو فارك ايريا ايوه فارك ايريا نزيل الحين هاذي ممكن نحولها الى حديقة ممكن حيوانات لا ممكن نبدأ اللي هي مال الكاشتات مكان حق كاشتات يكون هني ادري تحسونه غير منطقي بس هو بيكون عبارة عن شوية تشير ترا بس الاكثر الاقل ما راح احطي في وايد اشياء ما راح يعني ما راح اخليه شي مركزي بس شي لفل وخلنا نقول ما عندنا منه يعني انتو الحين تسمح لي اني لزقه اخر شي بس ما تسمح لي اني امده صح في بعض هاي الاشياء اتمنى يحلونها في ستي سكايلين تو مثلا منطقة هاي نقدر اسويلها سلكت كامل شبك جاهز مثلا بدون تعب بالطريقة هاي وتسمعون صوت العصافير ياي منها من الحين مع انه ما فيها لا شير ولا شي هذي بتكون ابسط منطقة يعني يمكن سويناها لليوم اول شي ما مسويل منها الوانها مختلفة اه مدخول والله ما اعرف كم مدخول صراحة ما عندي تركيز وايد على المدخول ولكن مفروض ايوه يكون منها فايدة يعني فعليا فنسويها بالطريقة هذي وبنبدأ نحطي فسلتي الصغر بالطريقة هاي في الوسط الناس التي تقعدها ببعض ونحطي لهم شارع جدامة وبنحطي لهم كام فاير سايت بالطريقة هذي مش منطقي عند بعض صراحة الناس ابوها تقعد شوية وبنحطي كم عربة في حول هالاماكن وبنعبيها شير ترى لاكثر ولااقل يعني بتكون منطقة شجرية اكثر منها اي شي ثاني بس الناس تي تقدر تقعد وتستانس الحين هاي بس اكثر من كفاية المنطقة اظنني وصلت للمطلوب للنكست نيفل يمكن لللي عقبة بعد وبنسويها شو شير مش هذي شير بنحطي لها مثلا اا جوز الهند كليك 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 هذا منتزه صار حق الجماعة اللي هني بطريقة هذي ابسط منتزه ممكن يستوي بس راح يعطينا مساحة خضراء هاي راح تختفي المساحة الخضراء مع الوقت يعني ترى الفكرة يعني راح تعطينا مساحة خضراء ومكان ايون فيه الناس طبعا هاي شي راح يشمل مدر وكم من عمارة ما بين منو ابني عماير ما بين هاي اللي يعني اطول عماير ممكن تنبني اللي هي هاي بنحطي عماير تجارية بالطريقة هذي ابا العماير تطلع حول التراك والني بنحطيه لنا مترو المترو هذا راح يسوي لنا خدمة من منطقة صناعية اظنى هال مترو كفاية انا بس امده بشوارع معين الى اكثر ولا اقل وعندنا شبكة المترو حاليا مش احسن شي صراحة بالطريقة هاي ونمد هذي هني بالطريقة هذي وبنحطي لنا خط مترو من هني يروح للنقطة اوكي شكرا للنقطة هاي يرجع للمدينة الرئيسية ويرجع للنقطة هاي ويرجع يقدر يمر هني ونرجع نسكر النقطة من هني راح يمر على ماكن اساسية والناس راح تزدحم هني على اساس توصل هذا مكان نوعا ما مركزي قام يوصل فوق الالف لانا قام يجمع مجموعة ضخمة من الناس وزحم اللي هني يعني جبارة ومكانه حلو يعني وفي لينات مقطوعة اليومكم انا ما حليت مشكلتها اعرف هذا معناه هاي المنطقة الحين استوت خصبة خصبة انسنس شو العالي الريسورس عندها المصانع ممكن تطلع تكمل هني الخشبية وممكن تطلع مجموعة مصانع هني على خط منفصل هذا خط منفصل رايح للشارع العام وعندهم شو عندهم كذا انتو شوفوا الزحمة هني شبه غير موجودة عن 72 نبس هني شوي لكم عليه فهني شو بنسوي كنترول شفت كلك هذا الشارع كبير خلا نفس ما هو ينزيل فهذا الشارع الافضل وهو توف الوفر نسوي شارع فوق شارع افضل وهذا شغال وكل حد اظن شغال الله اعلم في حدي عنده اصلا ما عرف في حدي هالمكان ما شفهم يستعملونه يمكن الخطة هيبا لها تجربة خطة مش شناج حوالي وعند المصانع هني دايركت على هايوي فشوي مخففة الزحمة من الشارع هذا الناس ما محتاجت تيها الشارع وهني بعد راح يطلع اكثر من هايوي اه مشترك الهايوي المشترك كيف راح يطلع هايوي يطلع من الصوبين ويمكن نغير كذا هايوي من هنا نكسر شوي ونطلع هايوي لاماكن ثاني الى مثلا انا هالهايوي يوم طلعته هذا مثلا يكون مشترك مكان ثاني هذا يوم طلعته طلعته بالطريقة هاي من تحت القطار عساسي ناسب القطار نفس الشي راح يمتد معظم الهايوي امتداد من التجاهين انزل بالطريقة هاي نحن بدأنا فعليا نبدأ نحطي مصانع ونبدأ نسوي كم مليارديرية شوي 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 وراح نرفع الانتاجية اكثر واكثر شفو الفرنتشر قاعد ينتج وهالشي قاعد يزيد السعادة عنا ويقل الانتاج يزيد التصدير ويزيد الفلوس الحين هذي المكان اللي في الوسط انا مش عايب اني نفس ما هو عليه فخلا نحطي شوي شير بالطريقة هذي نعبي شير فيستوي شكله افضل مع ثمن بس هالشير معرف ما يبين من فوق لازم نكترب شوفو بين العماير مرة بين التجاريات الله يا توكيو عادي تشوف فقطار من فوق طرف مخك خاطف صراحة احطي طابق اعلى بعد صراحة في مرحلة من المراحل لان هنا بتكون بايد مصانع وبس باي باس خطوط باي باس بتكون خطين انا كنت اتمنى بس اللي اللعبة تسمح لي احطي سكة فوق سكة يعني اي بسكة مهنية وحطيها فوق هالسكة وتروح لين نزلها وين مؤبة المهم هذا كان بخصوص المنطقة اللي يديد المصانع اليوم حطينا مصصنا على الاثاث نشوفكم في في فيديوهات قادمة على خير طولوا الان الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة